الزيوت النباتية خطيرة جدا على صحة الإنسان خصوصا مرضى السكري أخطر من السكر أصلا هذه الزيوت النباتية حقيقتها أنها زيوت البذور زيوت البذور بذور عباد الشمس بذور اللفت بذور القرطم بذور القطن يعني عدة أنواع من البذور بذور السمسم ينتجون منها زيوتا يمسكون البذور يدخلونها إلى بعض المعامل فيتم طحنها تلميعها تلويتها بعدة مواد كيميائية إضافة بعض المواد حتى لا تتعفن تلك الزيوت لأنه أثناء تصنيع هذه الزيت وبعد فترة من بقائها يعني معرضة للعامل الزمني أو للرطوبة أو للحرارة تتعفن تلك الزيت ويصبح لونها أسود قاتما لونا يعني غير محبب للشخص بأن يستهلكه فكي تأخذ هذه الزيت منظرا لماعا أصفر ذهبيا جميلا ونقيا وصافيا يضيفون بعض المواد لتلميع هذه الزيوت ثم يضيفون مواد أخرى للحفاظ عليها من التعفن المشكلة في هذه الزيوت أن قصتها الأولى حين اخترعها الإنسان لم يخترعها للاستعمال البشري بل تم تصنيعها واختراعها من أجل استعمال في الآلات كملين يعني مسهل لحركة القطع الغيار أو للآلات حتى تتحرك بسهولة فالزيوت النباتية أصلا اخترعت للآلات ثم بعد ذلك بعد مشاورات وتخمينات وعدة تجارب خلصوا إلى أنه ممكن أن نبيعها للإنسان ولكن يجب أن نضيف إليها بعض التعديلات وبعض التلميعات وبعض المواد التي تحافظ على هيبتها وصفائها ونقائها حتى يستطيع الإنسان وينجذب إليها ويستهلكها إذن هذه الزيتة التي استعملت واخترعت في الأول للآلات الآن يستهلكها الإنسان هذه هي أول نقطة ثاني نقطة هي أن منذ سنوات قامت بعض الدراسات بالكشف عن حقيقة هذه الزيوت وبعض الآثار الجانبية لهذه الزيوت على الصحة زيوت البذور التي يتم تسخينها وتبريدها وتلميعها وتلطيخها بأشهى المواد الكيميائية التي تخطر على بالك كما قلنا بعض الدراسات خلصت إلى أنها تؤثر على بعض خلايا الجسم البشري وأخطر ما أحدثته هذه الزيوت هي إسكاتها للمناعة فتمت تجربتها على الأمراض ذاتية المناعة كما تعلمون الأمراض ذاتية المناعة يعطون مريضها أدوية لتطبيط المناعة ومنع وكبح مناعة الجسم لأنه حين تكبح مناعة الجسم فلن يبقى هذا الضرر الذي يسببه المرض المناعي لأنه بسبب كثرة المناعة وهيجانها تظهر علامات أشد وأشد قد تفتك بالإنسان وتفقده حياته فلعلاج الأمراض المناعية يعطون مطبطات المناعة تجربة من التجارب أو دراسة من الدراسات سأترك لكم الروابط حتى تقرأوا وتطلعوا على هذه الحقائق خلصت هذه الدراسة إلى أن هذه الزيوت النباتية التي يسمونها نباتية تعمل في جسم الإنسان كالدواء الذي يطبط المناعة ليست بنفس الدرجة وبنفس القوة ولكن لها تأثير على مناعة جسم الإنسان بحيث تفشيلها ذكرنا النقطة الأولى كيف يتم تصنيع هذه الزيوت من البدور بالتسخين والتلميع وهلما جرى من المواد الضرة ثم ثاني نقطة أنها استعملت للآلات أصلا وبعدها أدخلت إلى المطبخ البشري وثالث نقطة أنها تطبط المناعة رابع نقطة وهي الآثار الجانبية الأخرى لهذه الزيوت حيث عند تحليل هذه الزيوت يتضح بأنها تحتوي على ذاك العامل أو الريشيو أوميغا 6 على أوميغا 3 فوجدوا بأنها تحتوي على كمية كبيرة من أوميغا 6 إضافة إلى المواد الضرة التي ذكرناها عند التصنيع الأوميغا 6 أكثر من الأوميغا 3 بل وبعضها لا يحتوي أصلا على أوميغا 3 إذن هذه نقطة رابعة من النقطة التي تبين ضرر هذه الزيوت على صحة البشر بحيث أن كل نظام غذائي ارتفعت فيه نسبة أوميغا 6 الالتهابية وانخفضت فيه بنسبة كبيرة جدا مقاييس أوميغا 3 المفيدة جدا للجسم كلما وقع هذا الاضطراب ارتفاع مهول في أوميغا 6 وانخفض في أوميغا 3 هناك ضرر على جسم الإنسان بحيث يقع ما يسمى lipid peroxidation أو تأكسد الدهون خصوصا في الكبد والبانكرياس والخلايا الدهنية عند جسم الإنسان فتحدث الأمراض التي تسمى الأمراض الاستقلابية أو sandrom metabolic وهل مجر من البدانة والسكر وغير ذلك من الأمراض التي تصيب الإنسان في هذه السنوات الأخيرة نقطة أخرى وهي بعض الدراسات خصوصا طبيب شهير في هذا المجال يعني يبين حقيقة هذه الزيوت النباتية أو الزيوت البذور اسمه أظن كريس كنوب خلص إلى أن هذه الزيوت ترافق انتشارها في العالم وتزايد استهلاك الإنسان لها مع تزايد أمراض السكر والبدانة عند الناس هناك عدة صور مقتطفات من هذه الدراسات سأتركها لكم في التعليقات إن شاء الله من أجل الإطلاع عليها والمزيد من البحث على هذه المواد وضررها على جسم الإنسان أما بالنسبة للناس الذين يقولون بأن زيت الزيتون لا يمكن أن نطهو بها ولذلك نصحون بالطهو بالزيت النباتي فهذه المعلومة خاطئة لأن زيت الزيتون من الزيوت المقاومة للحرارة نعم هناك ارتفاع في درجة حرارتها ولكن لا تتأكسد بالشدة وبالقوة التي تتأكسد بها الزيوت النباتية حين ترتفع درجة حرارتها خصوصا في القلي أو في الطهو طويل المدة بحيث ترتفع درجة الطعام المطهو بشدة فالزيت الزيتون من أفيد وأهم وأصح الزيوت للطهي وحتى للقلي بعض الخبراء يقولون حتى مفهوم نقطة الاحتراق التي عندها وعند عتبتها يحددون فساد الزيت والحفاظ على مكونات الزيت قبل أن تصل لدرجة الاحتراق الشديد فيقولون بأن حتى هذا المفهوم لا يجب تطبيقه على زيت الزيتون لأنها من الزيوت التي لا تؤثر فيها الحرارة بشكل كبير جدا تحافظ على فوائدها بل حتى ولو تعرضت لبعض تشوهات في عناصرها فهناك عناصر أخرى تحتوي عليها زيت الزيتون توازن درجة الحرارة التي تصيبها فتحفظها من الفساد ومن الاحتراق ومن التضرر في مكوناتها بعض هذه العناصر مثل مضادات الأكسادة كفيتامين أ هو من أقوى الفيتامينات التي تحتوي عليه زيت الزيتون إذن الطهي بزيت الزيتون صحي جدا ومليون بالمئة هذه نقطة نقطة ثانية يسأل عنها الناس كثيرا وهي أن الزيت النباتي أرخص من زيت الزيتون خصوصا في هذه الظروف الحالية وفي هذه السنوات الأخيرة التي يشهد فيها العالم غلاءا شديدا جدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر